في مؤتمر صحفي كشفت اللجنة المنظمة لأيام الشارقة المسرحية عن جديد الدورة الثامنة والعشرين من الأيام والتي تعقد في قصر الثقافة في الشارقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس العلى حاكم الشارقة في الفترة من الثالث عشر وحتى الثاني والعشرين من مارس الجاري أكثر من 250 ضيف ومشارك من العديد من الدول العربية وبمشاركة 13 عرضا من بينها العمل المسرحي الضخم كتاب الله الصراع بين النور والظلام لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سوف تضمها أيام الشارقة المسرحية في نسختها الثامن والعشرين هذا ما أعلن عنه المؤتمر الصحفي لدائرة الثقافة بالشارقة للوقوف على أهم ما تتضمنه الأيام من عروض وفعاليات مصاحبة حقيقة هي جامعة يتخرج منها الفنانين ولها أهداف بعيدة وكثيرة من خلال اهتمام بالمواهب المسرحية وأيضا تقديم العروض المسرحية وأيضا هي نوع من الحافز للموهوبين والشباب المسرحيين من خلال تقديم عروضهم المسرحية في هذا المختبر السنوي الذي يقدم فبالتالي هذه التراكم أيضا من أيام الشارقة المسرحية ونحن الآن في الدورة الثامنة والعشرين لا شك أنها قدمت العديد من الأسماء المهمة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الخليج أيضا المؤتمر الصحفي كشف كذلك عن أهم ما تتضمنه العروض المشاركة في الدورة الجديدة للأيام وهو العمل المسرحي الفائز بجائزة الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربية التي تنظمه الهيئة العربية للمسرح مجموعة من العروض المسرحية منها عرض صولو المستضيف من المملكة المغربية وهناك أيضا تسع عروض للفرق المحلية المشاركة من دولة الإمارات سنعرض أيضا البرنامج الفكري المصاحب للأيام وبرنامج الأيام زاخر بعدة ملتقيات ندوات ورش حفلات تكريم للشخصيات المكرمة في المهرجان منها شخصية الفنان القدير محمد صبحي ويصاحب أيام الشارقة المسرحية برنامجا حافلا بالعديد من الفعاليات بمشاركات من مختلف أنحاء الوطن العربي ومعرضا يضم إصدارات مسرحية حديثة لدائرة الثقافة ما يجعل الأيام في نسختها الجديدة حدثا ثقافيا عالميا تحت ظنه عاصمة الثقافة والفكر والأدب والفن رائعة صاحب السمو حاكم الشارقة كتاب الله الصراع بين النور والظلام من أهم المفاجآت والعروض التي تحملها الدورة الثامنة والعشرين من أيام الشارقة المسرحية لمحبين المسرح والفن هذا العام لأخبار الدار فايزة الضنحاني